الله أكبر في الأكوان والقدر سبحان من أظهر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون على معجزة الإسراء والمعراج هذا المعجزة يا إخواني الكرام التي أكرم الله تبارك وتعالى بها نبيه وحبيبه عليه الصلاة والسلام وكانت قبل الهجرة إسراء المعراج كان قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أنتم تعرفوا يا إخواني الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة قبل الإسراء والمعراج بعد ما كذبوه وبعد ما سفهوه وعذبوا أصحابه خرج من مكة وكان معه زيد بن حارثة رضي الله عنه وقصد النبي عليه الصلاة والسلام الطائف باش ينشر الدعوة التعوة في الطائف لعله يلقى ناس يسمعوه ويآمنوا به يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش لما أهل مكة كفروا به توقف لا بقى يلتمس كل الطرق باش يوصل هذا الخير العظيم للناس لكن أهل الطائف يا إخواني الكرام ليتهم يعني ردوا النبي صلى الله عليه وسلم ردا جميلا ولكن الله تعالى حرمهم من هذا الخير العظيم فقد ردوا النبي عليه الصلاة والسلام وآذوه لو كان ردوه فقط معليش ولكنهم آذوه وحرشوا عليه صبيانهم وسفهاءهم فاستهزأوا به وضربوه بالحجارة حتى أدموا جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم باش تعرفوا يا إخواني الكرام أن النبي عليه الصلاة والسلام لاقى الشدائد باش وصل لنا هذا الدين العظيم فماذا صنع النبي صلى الله وسلم مادم عرض نفسه على أهل الطائف ورفضوه ما قبلوش رجعه ولكن أين يذهب وين يروح النبي عليه الصلاة والسلام يرجع إلى مكة ما قدرش يدخل حتى إلى مكة اللي فيها دار ما قدرش يرجع إلى مكة اللي فيها أصحاب التي ولد فيها وتربى فيها ما قدرش يدخل مكة لماذا يا إخواني الكرام لأن في ذلك الوقت كان قد مات عمه أبو طالب أبو طالب كان يدافع عليه وكان يحامع عليه وكان سنده فتوفي أبو طالب وأيضا ماتت زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها فالمشركين القاوا الباب مفتوح يقدروا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت مدام ماتت خديجة سنده في البيت كانت تشد أزراه في البيت وقف معاه وإذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة والله ما أبدالني الله خيرا منها يقصد بذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاه إذن فالمشركين يا إخواني الكرام القاوا الفرصة سانحة إذا كانت خل النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة رح يقتلوه ورح يؤذوه أدخيلوا سيد الخلق وحبيب الحق أعز الخلق على الله تبارك وتعالى وقف بعيد على مكة على مشاري في مكة ينظروا إليها ينظروا إلى الكعبة وينظروا إلى بيته ومش قادر يروح تلبيت كان قادر النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيديه يدعي عليهم رب العالمين يهلكهم ولكن الله تبارك وتعالى جعل نبيه رحمة ونعمة مهدات للعالمين جاب لهم الهداية باش يدخلوا في الإسلام فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على مشاري في مكة لا يوجد قادر حتى يدخل البيت تتاوي رأني بباغي تحسوا وتشعروا الشدائد التي مر بها الرسول عليه الصلاة والسلام هذا قبل الهجرة وقبل ما يكرموا رب العالمين بالإسراء والمعراج صلى الله عليه وسلم فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام أبعث زيد بن حارثة وقال له رح شوف لي واحد ندخل في الجوار تتاوي فذهب أرسله إلى الأخنس ابن شريق راح الأخنس ابن شريق قال له زيد بن حارثة قال له يودين رسول عليه الصلاة والسلام راه واقف على ما شاري في مكة رسول الله حبيب الله موش قادر يدخل المكة موش قادر يجي البيته وأهله قالوا راه واقف على ما شاري في مكة راه يحوس على واحد يدخل في الجوار تتاوي يعني يضمن فيه وهذه كانت عادة عند العرب كانوا يدخلون الرجل في جوارهم هذه كانت عادة في الجاهلية سبحان الله نقصت بالجوار نقصت به الضمان يعني واحد يضمن فيك فلما جاء الإسلام أقرها وهذه كانت من أخلاق العرب قبل أن ينزل القرآن وقبل أن تأتي السنة ومع ذلك العرب كانوا يعظمون الجوار ولا يخفرونه كانوا ما ينقضوش العهد وما يخرجوش الطريق وهنا باش تعرفوا بأن العرب كانت فيهم وحد الأخلاق عظيمة وعظيمة جدا اليوم ربما تلقى إنسان مسلم ويصلي وكذا وكذا ولكن قادر يخون قادر يخدع قادر يخدر في أي لحظة الإيمان التاعه ما يعصموش لماذا لأنه تخلى على الأخلاق تعدين وعلى الجوهر تعدين صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الأخنس ابن شريق لما قال له زيد بن حارثة راه محمد عليه الصلاة والسلام حاب يدخل في الجوار بتاعك حاب يدخل في ضمانتك اعتذر وهذا طبعا من قلة المرؤة لأن العرب في ذلك الوقت كانوا لا يعتذرون عن الجوار كانوا يدخلون الرجل في جوارهم ويضمنوا فيه وقال له إني حليف والحليف لا يجير يعني وش معنى حليف قال ونمنش من السكان تعمك الأصليين وبالتالي الجوار التاعي ربما يردوه ربما يأذو محمد عليه الصلاة والسلام وهذا كما يقولون عذر أقبح من ذم فذهب سيدنا زيد بن حارثة إلى سهيل بن عمر رضي الله عنه وعضاه قبل أن يدخل في الإسلام وقال له إن محمد عليه الصلاة والسلام على مشاري في مكة يريد أن يدخل دخلوا وضمن فيه دخلوا في الجوار تاعك فاعتذر سهيل بن عمر يعني يشوفوا الصعاب والشدائد التي مرت على النبي عليه الصلاة والسلام يحوس يدخل في ضمانة تعواحد كافر يعني معه الله ومعه الملائكة ومعه جبريل ويقدر يرفع يديه ويقول كم رب العالمين ينتقم منهم ومع ذلك كان يعلمنا الوسائل الشرعية اللي نستعملوها طاعة لله رب العالمين متوكلين على الله عز وجل يعني إنسان يكون فضيق ما يقولش خلاصة الدنيا وخلاصة الله لا 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 يقدر يعني يستعمل وسائل الشرعية متوكل على الله تبارك وتعالى فرب العالمين يعينه فقال له سهيل بن عمر أنا من بني عمر وبن عمر لا يجيرون بني كعب بني كعب هذا لا يجارون عند بني عمر هذا طبعا عذر كما نقول إحنا يا أقباح من ذنب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بأن هذه الأعذار يعني غير منطقية فذهب زيد بن حارثة إلى المطعم بن عادي وقال له كان سيد من أجواد قريش ومن أشرافهم قالوا إن محمد عليه الصلاة والسلام على مشارف مكة ورحب بغي يدخل إلى الكعبة وبغي يجي البيت ورحب موش قادر ربما يأذوها ويقتلوها فقال له المطعم بن عادي هو في جواري أدخلته في جواري وأمر أولاده وقومه وغلمانه أن يلبسوا أسلحتهم وأن يذهبوا ليأتوا وليجيئوا بمحمد عليه الصلاة والسلام شوف ساعات الإنسان تلقاه في الجاهلية ما عندهش دين ولكن عنده مرؤة عنده النيف عنده موقف لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شد هذا الموقف لهذا الرجل حتى بعد موته فوقف المطعم بن عادي في جوف الكعبة وبدأ ينادي يقول يا معشر القريش لأن الإنسان الذي دخل واحد في ضمانته لازم يخبر الناس يا معشر القريش اعلاموا أني قد أدخلت محمدا في جواري مع أنه كافر ادخيلوا الرسول عليه الصلاة والسلام من قوة الضعف اللي كان في صحابه ومن قوة الحصار اللي كانوا ديرين الكفار والقبض التاحم أقبل حتى باش يدخل في جوار تع واحد مشرك صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أبو جهل للمطعم يا مطعم أهو جوار أم دخول في الإسلام دخول في دينه قال لا بل هو جوار فقال أبو جهل قد أجرنا من أجرت لماذا؟ لأن أبو جهل يعرف باللي على كل حال المطعم بن عادي من بني خزاعة وإلا كان كشما دار للنبي عليه الصلاة والسلام والله اغدر به راح تولي الحرب بين قريش وبين بني خزاعة أتخيلوا نختم منكم بهذه يا إخواني الكرام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر نهار لشد الرسول عليه الصلاة والسلام الأسرة وكانوا عددهم سبعين من المشركين واشقالها من النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان هذا المطعم بن عادي حي وجاءني واطلب مني الأسرة هذا لا سلمتهم إياه ووهبتهم له لماذا؟ شدوا الخير اللول هذا اللي داروا فيه ولكن هذا الرجل مات على الكفر يا إخواني الكرام هذه مقدمة لإسراء والمعراج بعد هذا الشدائد والمحن بعد هذه الأمور جاءت مناسبة الإسراء والمعراج للحديث بقية إن شاء الله أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته